بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نكمل معكم الجزء الثاني من هذا الشبتر اتكلمنا في الجزء الأول عن الحوسبة السحبية Cloud Computing وعرفناها وقلناها باختصار عبارة عن هنقول تقنية او تقنية انه من خلالها بنقدر نوصل او باتيها المستخدمين الوصول الى المختلفة المصادر المختلفة سواء كانت هذه المصادر المختلفة عن طريق الانترنت فبالتالي الوزر او مستخدم بيستخدم بدأ ما يستخدم الكمبيوتر الخاص في عملية بروسسنج لداتا او عملية تخزين للداتا او عملية وصول لتطبيق بيستخدم الريسورسيز الموجودة او الموجودة او المتوفرة الموفرة من خلال من خلال اللي هو الكلود سيربيس بروفايدر مزود الخدمة واتكلمنا في المحاضرة السابقة عن خصائصها بعض بعض تطبيقاتها وشبنا case studies أو examples عن هذه الكلود والاركتكتشة تبعت الكلاود اليوم نتكلم عن كلاود سيربيس موديل كلاود كومبيوتين سيربيس سيربيس او تطبيقات او ثري كلاود موديل يعني بقولك انه للكلاود الخدمات هذه المقدمة هنا قلنا الكلاود ابارعا خدمات أو كلاود كومبيوتين ابارعا خدمات مقدمة للمزودين الخدمة بتتيح لك اما تستخدم مثلا اما تعمل كومبيوتين او تعمل سورين لداتا او تعمل بروسسين لأبليكيشن معين فهذه الخدمات او هاي السيربيس هذه مقسمة الى ثري كلاود حسب ايش حسب بقولك الابستركشن لبل of the capability provided and the سيربيس موديل of providers يعني الموديل هذه مقدمة حسب طريقة what they offer to users based on what they offer to users ايش هما مقدمون المستخدم و how much control users have over the computing resource يعني هاي الخدمات او هاي الكلoud service هاي مقسمة مقسمة ل ثلاث اقسام بناء على ايش بناء على انت ايش بدك تطلب ايش الشغل بدك تطلبها انت بدك تطلب application وتعمل access على application هذا ولا بدك تطلب مثلا اه ولا بدك تطلب مثلا platform انت تعمل run البرنامج تبعك وتعمل compile البرنامج تبعك وتعمل intel البرمجة لتطبيق معين ولا بدك انت تستخدم الhardware تاعتنا انا قلنا ممكن احنا service تكون hardware ممكن انا بديش اشغل البرنامج على جهاز يعني بدي استأجر جهاز cpu ووصفات معينة وارامات معينة وhard disk معين انا بدأ استأجره انت ايش الخدمة المقدمة فهذه الخدمة المقدمة بتقسم الى ثلاث اقسام عشان يقولك according to the abstraction level of the capability provided يعني بنها على how much of the underlying technology is hidden from the user and how much control users have over the computing resource قدش انت ال resource قدش انت control على resource هذا المقدم لك يعني مثلا بتعطيك مثال الحين مثلا واحد طلب واحد طلب انا بدأ استخدم خدمة اه بدأ استخدم مثلا dropbox هذا كمثال dropbox عبارة عن مثال على cloud service عبارة عن ايش عبارة عن مساحة تخزينية بيعطيك اياها و cloud provider بيعطيك اياها وانت من خلالها بتخزن ملفات اه انت ايش بتعمل في software هذا عبارة عن software جاهز او خدمة جاهزة انت معلك الا انك تعمل drag و drop ل الفايل السبعة او تخزن في ملفاتك وخلص تماش ايش اكتر من هيك بتخزن ملفات هل انت بتعمل manage للتطبيق هذا نفسه لا بتعمل انت control لتطبيق هذا نفسه لا انت تعمل انت برمج لهذا التطبيق لا هو تطبيق جاهز وانت تستخدم وانت زي انك انت تستخدم هذا التطبيق تمام الحين هذا معناته انك انت في ش انت control على هذا التطبيق بشكل مباشر او بشكل كبير بس انت تستخدم تخزين بيانات share بدي اكتمل شير لملفات معينة تمام بينما انه في واحد شخص تاني بقول انا بدي استأجر او انا بدي اطلب خدمة الكمبيوتينج بدي اطلب خدمة الكمبيوتينج انا بدي اعمل على amazon cloud service بدي اعمل كمبيوتر بدي استأجر كمبيوتر بمواصفات معينة cpu معين بالرام معين ومواصفات وانزل وانزل انا بدي ايه ومواصفات معينة كمبيوتر عادي كمبيوتر عادي احين هذا level of abstraction او level of control انت هذا بيعطيك مساحة انك انت تتحكم اكتر مانك انت مقدم الخدمة زي هذه زي مثلا dropbox في hardware هذه مساحة انك انت تتحكم في البرنامج وتتحكم في الخدمة هذه اكتر كيف يعني انت مثلا بعطيك الhard disk بعطيك الرينامات وبعطيك الكمبيوتر ومواصفات بدكية وانت بتنزل السوفتوير بدكية وبتنزل الapplications بدكية كأن بيصير الكمبيوتر لك خاص فيك بتتعمل الapplications والسوفتوير بدكية فمساحة control بتكون عندك اكتر تمام طبعا هتقول لي هذا خدمة مختلفة عن هذه اه هذه خدمة مختلفة بس هذا وهذا وهذا وليفل يعني وليفل هذا احنا بنسميه مثلا infrastructure as a service انا بعطيك infrastructure الhardware كالي يعطيك hardware كservice هذه بيسموها ايش هذه بيسموها software as a service انا بعطيك software فالمقصود بالcloud service model انه انت ايش الخدمة اللي بدك اياها وقديش في عندك control عليها قديش انت ممكن تعملها configuration و control installation تمام فعشان هيك بيقول لك بيقول لك abstraction level of capability ايش معناته معناته انه يعني قديش التكنولوجي او قديش انت قديش قديش التكنولوجي يعني كيف يعني dropbox انت هذا نجعل للمسال dropbox لdropbox هذا انت بتعرف ايش الهاردوير اللي شغال وكيف شغال ومين اللي عمل وكيف اللي انت بس عندك تطبيق خلص بتستخدم فبالتالي انت حجم الهدن كتير بالنسبالك تمام يعني في كتير شغلات انت مش عارف انت مش عارف الا بس انه في عندك تطبيق بلك تستخدم وبس وين شغال على اي سيرفر كيف شغال انت مخفي بالنسبالك بينما الهدن 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 المخفية بالنسبة للشخص اللي طلب كمبيوتر الهدن المخفية بتكون اقل من هذا اقل من هذا فعشان بيقول لك هذا معناته هو الهدن فبقول لك كل ما زادت الاشياء اللي انت المخفية عنك كل ما قل الكنترول انت بتقدر اشتامل الكنترول الزيادة على هذا الدروبوكس بينما انت الهاردوير لما تستأجر مثلا الكمبيوتر كمية الكنترول والتحكم والمنج اللي انت هتكون بالنسبة لك هتكون اكتر انت هتحكم فيها بشكل اكبر لانه اقل يعني كل ما قل الهاردوير انت اعتبر مجموعة العناصر المخفية عنك مجموعة العناصر المخفية عنك بتكون اقل في الهاردوير في هذا المثال وبالتالي انت هتتحكم فيه اكتر بحكون نسبة التحكم فيه اكتر بينما في الدروب بوكس مثال الدروب بوكس طبعا كل واحد له موضل معين ولكن اعطيكم مثال لانه عشان نوضح ايش معنى الابستركشن لبل بينما في الدروب بوكس الابستركشن لبل بيكون عالي ايش معانا سأسف الابستركشن لبل بيكون عالي الابستركشن لبل بيكون عالي معناته انه قمية الاشياء المخفية عنك اكدر فبالتالي انت مش هتكون عندك تحكم كتير فيها التحكم والمنجر سيكون اقل طيب الان الموديلز هادي كم موديل احنا عنا كم موديل احنا في عنا احنا ثلاثة موديلز ثلاثة مين موديلز اول موديل اللي هو infrastructure as a service كمان مرة احنا قلنا انه الموديلز بعبر عن ايش الخدمة اللي انت بدك اياها وقدش في عندك تحكم عليها ايش نوع الخدمة انت بدك كمبيوتر بدك cpu بدك راوتر بدك 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 كمبيوتر بدك فايروول بدك load balancer هذا من درجة الانفراسطر as a service بدك هاردوير انا بدي هاردوير انت عطيني هاردوير اعطيني ستوريج اعطيني cpu وعطيني الرام وانا لحال بعمل انا لحال بعمل بدي انا بدي اطلب خدمة اني بدي الكمبيوتر نفسه فهذه اسمها infrastructure as a service infrastructure as a service تمام طيب infrastructure as a service lowest level of abstraction هو اقل من abstraction لانه بدك بدك تحكم اكتر users managed and control the most الuser بيعمل managed with control كمية تتحكم الuser في هذا الموديل يكون اكتر the provider offers infrastructure components like servers storage and networking but the users configuring everything else the provider service provider amazon web service كمثال يعطيك بيقول لك هيا يسيد الكمبيوتر بالمواصفات اللي انت ضربتها وكل شيء كما انت بدك وانت نزل برامج بدك ونزل 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 على البدك تمام هاذي ايش هذا اول موديل اول نوم من خدمان هو infrastructure as a service يعني platform as a service اقول لك medium level of abstraction اقل level of abstraction اقل the platform like operating system or development environment is managed by the provider الplatform الoperating system مش انت تتحكم فيه والdevelopment environment مش انت تتحكم فيه السervice البروبايدر اللي تتحكم فيه يعني كيف مثلا انا هناك احد يقول لك انا استخدم اشتغل على platform اللي هو Oracle Database انت اش بتسوي او كسيربس انت انت الحين بالشكل الطبيعي اذا بدك تعمل Oracle اول حاجة يكون عندك جهاز الكمبيوتر في داخل جهاز الكمبيوتر هذا بدك تشتري Oracle software وتنزله وتنزل Oracle صح وتنزل Oracle تمام بعد انت تشتغل على database وتعمل create database والشغلات هذه الان ايش هاي البراتفورم هذا service بقول انت تغلب ايش حالك وتنزل Oracle ولا تغلب حالك وتشتري الجهاز بدك تشتغل على Oracle احنا عندنا برنامج Oracle جاه نازل على سيرفرات ما عليك الا انت تطلب البرنامج هذا وفي طبعا features تشتغل او configuration انت اقوم configuration customize البرنامج Oracle انت بدك اياه وانت عليك ان ان تبرمج ان نوفر لك البيئة Oracle هذه البراتفورم نوفر لك اياها وانت لا عليك الا ان تنشئ الجدو اللي بدك اياها وتعمل القوير الدك والSQL statement الدك اياها لا تغلب حالك وتنزل Oracle ولا تغلب تطبيق جاهز لك بلاتفورم العراق الهادي موجودة وانت تبرمج لحالك بيدك مثلا java موجودة لبلاتفورم وانت تبرمج لحالك python dot net كله موجودة عنا mysql لك البراتفورم التي بدك لها السوفتوير بدك تنزلها وممكن تخطئ وممكن تخطئ او حتى اعطا انا بغض النظر لكن البرمج وتستخدم المنصة هذه فهذا يسموه بلاتفورم as a service تمام بس تركز على البرمج and running the application ما فيش داعي انت تنزلها وتعمل update وتعمل maintenance ومش عارف ايش فشغلات هذه هي نازلة وجهزة بس انت تركز في البرمج and running applications هذا النوع الثاني من الموديل او الخدمة platform as a service تمام اخر نوع اللي هو software as a service software as a service اللي هو برنامج جاهز كل التطبيق البرمج من الموديل البرمج من الموديل البرمج جاهز جاهز انت تستخدمه مثل البرمج البرمج تمام مثل gmail مثلا مثلا بقول لك هذا هذا البرمج من الموديل و كل التطبيق هذا كل تطبيق لدروبوكس يدار من قبل service provider اللي هو cloud service provider انت ما عليك إلا تستخدمه انت لا تتدخل في برمج ولا تدخل في configuration ولا حاجة تم الحساب وبتختار الساعة التخزينية بدكية وخلاص بتستخدم الملفات بدكية هاي التلاتة موديلز اللي هاي التلاتة موديلز اللي most common cloud service models اللي هو infrastructure as a service platform as a service software as a service المهم انه نعرف اللوست او level of abstraction احنا قلنا level of abstraction معناته انه التكنولوجي اللي هي الهدن الهدن بالنسبة لليوزر طبعا لما يكون كل ما قلت اللوست level of abstraction كل ما قلت الاجزاء المخفية عن اليوزر يعني صار اليوزر فينده اشياء بالنسبة له مبينة اكتر من بالنسبة له مبينة اكتر معناته انه انه انت عندك اكتر level من الكنترول تمام infrastructure as a service lowest level of abstraction platform medium level of abstraction software as a service highest level of abstraction تمام مبينة هذه بالنسبة له اللي هو cloud service model هذا الشكل بيبين لك اللي هو طبيعة اللي هو الموديل جهازك البرسونل جهازك الخاص هذا جهازك الخاص في هذا المثال في هذا الجهاز في هذا الجهاز او في هذا المثال on premise environment انه كل اشي انت تتحكم فيه لانك انت حتجيب الكمبيوتر بتبعك واذا في عندك شبكة انت اللي حتتحكم فيها وانت حتعمالها configuration وانت حتجيب الروترات والسويتشات والشغلات هذه انت حتتحكم كل اشي تمام بينما software as a service هذه software as a service كل اشي بيتم التحكم فيه من خلال اللي هو البروبايدر انت بس end user of the application تمام end user of application الابليكيشن انت بتبنيش application والداتا كل اشي موجود من عندهم طبعا كله منش داي انه هو service provider بينما البراتفور as a service فيه جزء هما يعني بيوفروا انت رح تبني الابليكيشن وانت رح تكون الاداتا من عندك انت رح تبني الابليكيشن وانت تكون الاداتا من عندك فهي البراتفور as a service هاي انت تتحكم بجزء بسيط بينما infrastructure as a service انت تتحكم بجزء اكبر انت تتحكم بجزء اكبر من الخدمة فانت لو تطلع هاي مثلا high level of abstraction كل هذي الشغلات كل هذي الشغلات مخفية عن اليوزر هذي كلها بتتم تحكم فيها من خلال من خلال service provider فاليوزر بس بشوف اللي هو الابليكيشن اللي هو الابليكيشن بينما اللي هو platform as a service فيه جزء معين مخفي level of instruction وجزء الثاني ممكن تحكم فيه بحكم انه هو رح يعمل الابليكيشن هذا والinfrastructure as a service نفس الشيء فيه جزء اكبر من الاشياء اللي هو تحكم فيها بطبيعة الخدمة اللي هو طالبها انا بدي هاردوير بدي الهو بدي الهاردوير او بدي computing service فجزء اكبر يتحكم فيه تمام الان امثلة على اللي هو platform as a service انا فيه حكين عن مثالين في خلال الشرح الان لما تكلم عن cloud as a service او infrastructure as a service معناه ان نحن نطلب نطلع على الشكل هذا مثلا معناه ان نطلب servers نطلب networking نطلب storage نطلب data center fabric او load balancer او firewalls load balancer ومثلا عبارة عن اللي هو يعني كيف مثلا تعمل في بعض هنا تعمل مثلا web server في cloud عملنا web server في cloud افرض انك انت عملت كمان web server تاني في region مختلفة عشان تزود availability مثلا او تعمل هو doplicate للخدمة تبعتك الان user بالنسبة للuser الان بالنسبة للuser بدي اعمل access الان user مثلا بدي اعمل access على web application ها طبعا هما الاثنين نشتركين في نفس او بعمله نفس الخدمة قد مو نفس الخدمة هل عبارة عن web server هل عبارة عن web server الان الuser لما بدي اعمل access او request بما انه هناك اثنين web server لازم يكون هناك حاجة اسمها load balancer هذا load balancer facing end user هو اللي يستقبل الطلبات او request من end user ايش وظيفته هذا load balancer load balancer يستقبل الطلبات من user والuser يوزع هذه على web server بناء على availability تبعة web server بناء على availability تبعة web server طبعا يكون أكثر من user يكون thousands of users ووزع حسب الابلابلية لكي يعمل load balancer ما بين ال web server هذا هو الweb server طبعا هذا هو عبارة عن جزء hardware انت تستخدمه او تتحكم فيه وتعمل مواصفاته وتعمل الconfiguration تبعه هذا load balancer برضه جزء من انواع الهو hardware او infrastructure as a service مواصفاته مواصفاته ومواصفاته 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 ولكن اكتر واحدة مشهورة او common cloud service provider وموجودة في الماركت بشكل كبير اللي هي amazon web service تمام رح ناخد امثلتنا العملية رح ناخدها على ال platform اللي هي amazon web service نشوف كيف ممكن نعمل هو ال web server وكيف نعمل load balancer وكيف نعمل publish web site احنا نعمل على cloud computing تمام الحين ال platform as a service انت بتستخدم مثلا اللي هو application development tools database java run time يعني هو بنزلك java وانت تستخدمها و ال run time هو application run time يعني مثلا انت بدل ما تنزل python او dot net او تنزل اللي هو java او تنزل البرامج او لغات البرمجة اللغات البرمجة المختلفة لك تشتغل عليها هو بعمل لك ال application run time او development tools او database بدل بتنزل ال mysql هو بعطيك اياها وانت لست علم عليك اللي تبرمج ها وتسخدم ها فهذه بسموها platform as a service software as a service زي email زي اللي هو business process industrial application اللي هو CRM او human resource applications او APR application اللي مثلا كيف ممكن استخدم الحين كصار في كمان تطبيقات مثلا في software as a service او 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 recognition for machine learning بدل تعمل software وبرنامج اللي هو يعمل اللي هو باستخدم machine learning في التعرف على الوجوه recognition for machine learning هذا الapplication موجود بحالك إلا انت تستخدم وانت تحمل pictures تبعتك تحمل الفوتو التي تتحملها test وتتعرف على الوجوه recognition هو بعملها face recognition هو باستخدام بعملها طبعا انت ممكن تعمل integrate لهذه الخدمة في الموقع تبعك استخدام حاجة بسموها اللي هو API باستخدام API رح ندرسها في آخر جزء من هذا الشابتر ايش الAPI واش استخداماتها في cloud computing تمام طيب الان ننتقل لشغلة ثانية اللي هو deployment models of the cloud deployment model of the cloud نتكلم عن نوع الخدمة قبل هو service model cloud service model قلنا hardware as a service platform as a service software as a service طيب الان نتكلم عن حاجة اسمها deployment models of the cloud كيف انت بتعمل setup أو service provider cloud service provider كيف بعمل setup أو deployment تبعت cloud وبتم استخدامها يعني لما نقولك deployment model refer to the different ways cloud service can be deployed and accessed by users الطرق المختلفة اللي انت ممكن من خلالها الطرق المختلفة لا تطبيق لكلاود تعملها setup هو مش setup ولكن لا تطبيق لكلاود وكيف users ممكن يعملها access فكل model defines who can use the cloud service how they are managed كيف ممكن تم إدارتهم and where the infrastructure is located لما نقولك deployment model معناته أنه أنا بدي أعمل أنا بطريقة طيب كيف اكتمل هذه service بطريقة بحيث أنه who can use the cloud service مين اللي ممكن يستخدم cloud service يعني مثلا أنا مقولك dropbox مثلا dropbox dropbox من ممكن يستخدم dropbox dropbox برا service صح dropbox برا service من ممكن يستخدم dropbox أي واحد أي واحد ممكن يعمل حساب ويستخدم dropbox وياخد الساعة التخزينية اللي بدي إياها فهذه الموديل هذا يسميه اللي هو public public cloud أنا خدماتي اللي بعملها أنا خدماتي اللي بعملها هذه أي شخص ممكن يستخدمها أي واحد طالب عامل في مستشفى في جامعة في أي مكان ممكن أعملها أنا عامل الخدمات هذه ك public يعني who can use the cloud service how they are managed كيف ممكن تم إدارتها كيف أنا رح أقضيرها where the infrastructure is located وين الأجهزة تبعتي الموجودة هذه هذا كله معرف من خلال اللي هو deployment model يعني فيه نوع من أنواع service أو cloud service مش أي واحد ممكن يستخدمها أنا هذه service عملها لأشخاص معينين أو لناس معينين هذه الخدمة مش أي واحد ممكن مش أي واحد ممكن يعمل access لهذه خدمة هذه يستخدم خدمة cloud تبعتي هذه فبالتالي لما يكون شغلة زي هذه نسميها private cloud فهذا معنى ديبلويمنت موديل cloud deployment models define how cloud services are set up who can access them and where they are located offering different level of control security and cost خلينا نشوف إش أنواع لديبلويمنت هذي ممكن تكون public ممكن تكون private إش في أنواع لهي deployment model of the cloud أول حاجة بقول لك في لنا حاجة اسمها public cloud في نوع من هنوع cloud public has public service أي شخص ممكن يستخدم ها vendors offer their computing service to anyone in general public they maintain large data centers full of computing hardware and their customers share access to that hardware زي مثلا اللي هو الgoogle cloud أو microsoft cloud azure cloud أو amazon cloud هذه بثال على public cloud أنا بعض خدماتي لأي واحد أي واحد يستخدم الخدمة هذه يدفع ويأخذ ها وخلص أي واحد public هناك data centers هم يتحكمون فيها amazon او google موجودة 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 اماكن خاصة انا عندي بتحكم فيها وانا بعمل control بعمل كل اشياء عليها موجودة خاصة بلونج امازون web service واي شخص ممكن يعمل access عليها تمام بمهالي مثلا مستشفى معين ولا بنك البنك مثلا بدي اخز انا بياناتي او بدي اعمل البروزيز اشياء هادي على resources مش sharing by others انا بدي استخدمها لحالي وبس انا بدي ما بدي حالي يستخدم الresource هادي غير انا بس انا قولنا cloud cloud عبارة sharing عندك هارد disk هذا هارد وكل واحد ياخد بجزء كل واحد مشترك مع جزء هادي بسموه public بس private بقول لك لا private انا الresource هادي لستخدمها لحالي بس لا شاركتي الكمبيوتر هادي الكمبيوترات هادي بس لشاركتي انا بدي انا لشارك الى الشركة تبعتي تمام هادي بسموها private cloud with a host private cloud a public cloud vendor agree to set aside certain computing resources and allow only one customer to use those resources بس واحد customer واحد اللي بيستخدم هاد الresource بس طبعا هذا يعطي complete control على هاد الresource هو الو تحكم كامل على كل هاي الresource انت لما تكون مشارك مثلا تتحكم بس في الجزء تبعك وافس تتحكم فيه انه بس طريقة بس بليفل معين تتحكم بشكل كبير بينما الprivate انت لانه هذا لشركتك خاص فيك فانت بتتحكم في كل الاشي تتحكم ماذا تتحكم هذه الشغلات المؤسسات التي تخاف على الداة تبعها تخاف على عندها privacy عالي وعندها security عالي انا تستخدم resources خاص في حالي اكسس على الجزء الطبيعي انتم الاثنين مشتركين في نفس physical resources ولكن كل واحد على الجزء معين هذا معناته انه احتمالية ان هذا الشخص يعمل الاتاك على الاشزاء التانية اكبر من انه اذا انت بس هذا لحالك هذا الهاردوير نفسه كله اللي لحالك وما فيش حدا بعمل اكسس الا انت بس فبالتالي السيكوريتي على هذا حتكون اعلى اما السيكوريتي على هذا حتكون اقل طيب security for sensitive application they can set up a private cloud in their own data centers or they can use hosted private cloud service اما بعمل setup private cloud their own data centers الشركة نفسها انا ادعم هذا الجزء or cloud on my own data center على ال data center الخاصة انا او ممكن استخدم هما hosted a private cloud or they can use a hosted private cloud service في Nance بوفر رائد الجزء هذا service يقول لك انا ممكن اخليك عندي resources تستخدم ها انت لك لحالك استخدم ها resources الفكرة المهمة الفكرة من private cloud بس واحد شخص واحد او مؤسسة واحدة تستخدم هذه resources نسموها private النوع الثالث من deployment model يقول لك انا اجمع ما بينهم between private and public هذا يسموها hybrid cloud في هذه hybrid keep some services on premises and extend some capabilities to the cloud انت خلي عندك جزء انت تتحكم فيه لحالك محد ش يدخل عليه غيرك وباقي resources يمكن ان تكون على cloud باقي resources او اجزاء تانية اللي هي مش عندها sensitive data او عندها data ان ان مش خايف عليها ان ان مش حساسة بالنسبالك فممكن تعملها لل public فبالتالي تستخدم نوعين اللي هو private وال public a company may run web servers يعني مثلا مثال يعني ممكن company تستخدم تعمل web server on its own private cloud الweb server انا عامله على my own private cloud ولكن مرات في ساعات الضروة انا بحتاج اني اعمل extension للخدمة هذه بحتاج اني اشغل cloud اشغل كمبيوترات اكتر فممكن انا استأجر servers اخرين على public عشان نعمل لهم access خلي الusers يسلم ال access على servers هذه اللي في cloud انا public اشغل 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 الوقت اشغل cloud service for additional capacity during times of peak use في ساعات الضروة ممكن انا استخدم اللي هو public cloud بالتالي انه بيكون عندك انت ايش بيكون عندك هايبرد هايبرد deployment model طيب الان طبعا كل model استخدامه او فيه طبعا مثلا نتكلم عن private هايبرد بيكون جزء هذا كله لك لحالك هذا الريسورس كله لحالك فبالتالي هتزيد ال control عندك ال control سيكون عالي بالنسبالك انت هتتحكم فيه بشكل كبير بينما ال public ال control سيكون اقل يعني مثلا ال level of control اقل في ال public مقارنة بال private بينما ال scalability تبع ال public بيكون اكتر بطلب اكتر بطلب انا بطلب انا زيادة موجود لانه فيه مثلا عندي computer هذا ال computer انا مشارك مع الناس او مشارك مع الناس ولكن انا لا اخذ جزء معين من هذا الكمبيوتر يتزود كمان سوف تقول لك موجود ولكن انت تزود سوف تظل لك في ال public سوف نعطيك كمان جزء من كمبيوتر ثاني وانت بس هذا الجزء مشارك مع ناس ثانيا مثلا مثال ال storage انا مثلا عندي storage space هذا ال storage space انا اخذ مثلا 15 جيجا في هارب ديسك اذا تزود كمان اه بتزود كمان ولكن برضو تظل لك مشارك ناس يعني نعطيك كمان مئة جيجا بس انت برضو هذا جزء من هارب ديسك بس انين مشاركينك انت الاسكلابيلتي عندك اكتر مساحة انك انت تتمدد اكتر وتزود الخدمة اكتر بينما ال private لا انت خلص انت هذا احنا معطيناك هذا مثلا 1 تيرا مثلا هارب ديسك انك تزود موضوع الاسكلابيلتي ممكن يكون ممكن يكون فيه موضوع الاسكلابيلتي ولكن بدرجة اقل لانه بدهم احنا ما يوفروا لك عشان انت في ال private بدهم يوفروا لك هاردوير بس لحالك فبالتالي انه موضوع انه هذا التوفير سيكون اصعب من انك انت اذا انت استخدمت ال public طيب الان النوع الثالث اللي هو ال private ال hybrid في انه مدامج ما بين ال private و ال public يكون الاسكلابيلتي اكتر و ال control عليها بكون اكتر لانه مدامج ما بين ال public و ال private و ال private تمام هذا بالنسبة ل ال deployment model of cloud computing طيب الان الان نيجي الى اخر ثلاث سلايدات في هذه السيشن نتكلم عن ال infrastructure of cloud computing اللي هو البنية التحتية تبعت cloud computing the cloud infrastructure means the hardware and software components البنية التحتية تبعت the cloud computing مكون اكيد من hardware مكون من software the components are مكون من server storage networking and virtualization model ممكن يكون موضوع virtualization software ممكن يكون موضوع جديد شوية عليكو هنتكلم عنه بشكل مفصل في الشابتر الثالث كل الشابتر الثالث هتكلم عن virtualization التكنيك وال virtualization بشكل عام لانه هو اصلا هذا key component او key technology behind cloud computing اللي هو virtualization طيب لحنا نتكلم الآن عن طبعا components components كسيرفر كسيرفر محلوب لماذا نريد ان نريد سيرفر او لماذا السيرفر كجزء اساسي إجتماع القوة الـ إذا ننشأ في قامة عجلة هذا هو قامة عجلة لا تخذ الجزء منه وعلي لا تخذ الجزء منه وحسام لا تخذ الجزء منه وهكذا الان كيف انت ماخد جزء انت الهارد ديسك هذا اشترك فيه انت وكمان واحد انت معاك 100 جيجا واحد معاك 15 جيجا الان موضوع انه انت يقسم لك يقسم لك الهارد ديسك الى اجزاء يعني انت فيرشوالي بشكل افتراضي انه هذا الهارد ديسك تبعك انت بالنسبة لك انه هذا الهارد ديسك تبعي بس ولكن فيزيكالي انه مش هذا الهارد ديسكالي اكبر من هيك ومشترك فيه اكتر من واحد الان كيف بتقدر كيف طريقة تقسيم الهارد ديسك لاجزاء سيسموها الهو اجزاء افتراضية هذا الهارد ديسك بقسمه لصب لصب هارد ديسك اجزاء افتراضية للاشخاص اللي هو استخدمه هذا الهارد ديسك فهذا الهو يسموه الهارد ديسك هذا الهارد ديسك هذا الهارد ديسك اشي افتراضي انت بتستخدمه ولكن هو انه هارد ديسك هذا اشي افتراضي تمام؟ الآن كيف هذه التقنية وكيف هو التكنيك اللي بيستخدموا في هذه الهارد ديسكالي هذا اللي رح نتحدث عنه في الشابتر الثالث ولكن احنا بيقول لك نعم يقول لك throw virtualization they can split into multiple virtual machines طبعا الهارد ديسك مش بس الهارد ديسك بس انا اعطتكو كمثال يعني الهارد ديسك بيستخدم للنتواركين وللستوريج وللسيرفر رح نتكلم عن انواع virtualization ولكن انه من خلال virtualization انت ممكن السيرفر الكبير هذا اللي في البروستسينج باور الكبير هذا انت تاخد جزء بس من الCPU مش كل الCPU واحد تاني ياخد جزء تاني من الCPU والرام نفس الاشي الرام انا ااخد جزء من الرام والشخص تاني ياخد جزء تاني من الرام كيف هذي بتصير من خير حاجة اسمها virtualization عشانك بيقول احنا الvirtualization هي الkey component of the cloud computing طيب هذي these virtual machines طبعا احنا هذي بنسميها لما نتكلم عن الCPU او البروستسور لما نكون virtualization بنسميه virtual machine this virtual machine run isolated instances of operating system and applications هذة بتستخدم او بعمل كأنه بياخد جزء لحاله من الCPU وبعمل بشكل معزول عن الكمبيوتر تبعه عن الكمبيوتر تبعك مش عابس انتو استخدمتم فيه برامج للvirtualization فيه برامج بسموه حتى هو البرامج بتعمل virtualization بسموها hypervisor البرامج البرامج تستخدم تستخدم في اي مكان مجال تاني مثلا انت عندك جهاز Microsoft مثلا عندك Windows والويندوز هذا بدك مثلا تنزل برنامج بنزل على linux ويندوز طبعا انت مش هتقدر تنزل linux ويندوز في نفس الوقت ممكن انت تنزل virtual machine هادي او virtual box نزله وتنزل علي ويندوز وتنزل على ثلاثة ويندوز ثانية ثلاثة اجهزة ممكن ثلاثة اجهزة ممكن تعمل طبعا اجهزة لما تنزل بيكون بياخد من CPU وياخد من الرام تبعك تمام بيصير انت عندك ويندوز داخر ويندوز او linux داخر ويندوز بتصير انت تشغله كططبيق عادي و operating system عادي و isolated عن اللي هو operating system تبعك طيب هاي اول شي السيربر للسطوريج طبعا اي cloud infrastructure لازم كان يكون استوريج هذا اشي معروف نحتاج النيتواريج لتشغل كل الانتواريج سواء سيربر ستوريج load balancer firewall and enable communication between them as well as between the cloud and external network طبعا النيتواريج ضرورية لانه نحتاج انه نعمل نتواريج ما بين الريسورس الموضع المهم تمام الجزء الرابع اللي هو تكلم احنا قلنا عن النيتواريج محتاجين النيتواريج محتاجين سيربر محتاجين استوريج محتاجين الموضع الرئيسي اللي هو virtualization اللي هو هذا علاقة بالsoftware component هذا هو software component virtualization software is the layer that abstract the physical hardware into virtual resource يخلي لك physical hardware يخلي لك اجزاء virtual resource هذه تشارد by users into virtual resources it allows the creation of virtual machine هذه virtualization هي key technology used in cloud computing زي ما حكينا اللي هي key technology اللي مستخدمة في او تكنولوجيا الاساسية اللي بيعتمد عليها لcloud computing تمام the hypervisor زي ما احنا الصوفوير اللي بيسمحلك تعمل هاي شغلات بسموه hypervisor is the key component that manage the virtual machine هو اللي بعمل الادارة للvirtual machines and allocate resources k cpu kmemory kstorage from the underlying physical hardware انت لما تنزل البرنامج بسموه اللي بسموه hypervisor تمام بتنزله الآن انت تعمل installation او بتنشئ virtual machine عصورة الكمبيوتر تبعك طبعا اذا كان شغال لما تعمل هما اتنين وعن بعض هذا بعمل manage from the underlying physical hardware من physical hardware تبعك الاساسي اللي في الكمبيوتر this allows multiple virtual machines to run on a single physical server with isolation and flexibility بسمح انه هاي virtual machine الكمبيوتر اللي انت انشعته داخل الكمبيوترك هذا بيستخدم on a single physical server with isolation and flexibility في انعزالية امورنا تمامة بعيدا عن الكمبيوترك ممكن انت تستخدم كoperative system مختلف عن الجهاز ممكن تحذبه زي ما بدك ممكن انت تستخدمه طريقة منعزلة عن الكمبيوترك تمام مثال على هذي VMware زي ما قلنا VMware عبر عن type of hyperverser used by many cloud providers vmware هذا بيستخدم من من قبل اللي هو cloud providers و virtualize servers it allows the creation of multiple virtual machines on a single physical host each virtual machine runs its own operating system and applications isolated from other virtual machines even though they share the same physical hardware تمام رح نتكلم عن virtualization في الشرط الجاي بطريقة مفصلة أكتر و نتكلم عن تكنيك سو نتكلم عن المثولوجي تبعت اللي هو virtualization تمام في هذا السجين رح نتوقف على هذه النقطة و رح نكمل باقي الشبتر في السجين أخرى أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم وأتمنى لكم التوفيق السلام مالكو 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 مالكو